في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان تنفيذ كامل التزامتها القانونية والدستورية مع الحكومة الاتحادية بشأن بيانات الموظفين من أجل إتمام عملية توزيعها وفقا للاتفاق المبرم بين مسر البرزاني ومحمد الشيع السوداني أربيل سترسل وفدا إلى بغداد من أجل حسم مبلغ القرض النقدي لدفع رواتب الموظفين إرسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في إقليم كردستان كان مقررا منذ الأسبوع الماضي لكن ما حدث خلافا لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات والاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل فحكومة الإقليم لن تتمكن من البقاء الصمتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان وبعد إقرار الموازنة العامة للعراق قامت بإرسال مراجعة للبيانات المالية إلى وزارة المالية العراقية لكن هناك أطراف في بغداد استخدمت الرواتب كرهينة ضد شعب إقليم كردستان هناك تعاون وتنسيق بين كلا الجهازين الرقابيين الاتحادي وإقليم كردستان منذ عدة أشهر وعمليات المراجعة بدأت بالستة أشهر الأولى من هذا العام وتمت الموافقة عليه من قبل بغداد المشاكل بين بغداد وأربيل صغيرة وهناك بعض القضايا التقنية ولا ينبغي أن تكون عقبة أمام تمويل كردستان فالالتزام بالاتفاق السياسي من قبل جميع أطراف إدارة الدولة كفيل بحل جميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم اشتركوا في القناة